اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة اتكلمنا على موضوع مخزون المبيض من البويباك قبل بس ما اتكلم على المخزون عاهدت نفسي ان البرنامج نقول فيه النصائح العلمية الصحيح وبقى ان فترة ما نتكلمش على الاصابة بفيروس كورونا المستجد بمرض كوفيد 19 لان الحالات كانت الى هدوء وربنا يديم على مصر فضله في ظل منطقها من العالم مشتعلة بانتشار الحالات كانت الحالات في مصر اهدى واقل كثيرا لكن الحالات تزداد وتنتشر وحضراتكم ملاحظين الكلام ده والناس اصبها نوع من التراخي وللأسف الشديد ان عرض مشاهد على الشاشة او انك تشوف في الشارع ناس في تجمعات وفي حفلات وفي مهرجانات ولا يلتزموا بالتباعد ولا بالاجراءات الاحترازية التي هي الوسيلة الوحيدة لمحاولة تقليل نسب الاصابة ده بيخلي الناس تتجرأ على الفيروس وتقلد الناس دول وتعمل زيهم لكن اذا كنا بنسمع كل يوم اخبار عن اصابة الناس اللي راحوا التجمعات دي واللي لم يلتزموا بدا فانبهكم وانبه نفسي واحذركم واحذر نفسي ان هذا لم يكن الفيروس وانتهى وما كانش هوجة وموجة وراحت ولكنه مستمر وقد يصبح موسميا وقد لا نجد له علاج ولا لقاح حتى وقت قريب وبالتالي لا نملك سواء الاحتراز والدعاء لله واخذ هذه الابراءات الاحترازية عشان نبقى عملنا اللي علينا ورفع مناعة حضرتك بالالتزام بالقواعد الصحية وبالغذاء الصحي وبالعدد ساعات النوم الكفاية ومن قبل ومن بعد الدعاء لله لكن اذكركم واذكر نفسي بالاجراءات الاحترازية خلي بالكم الموجة قادمة والارقام تزداد باذن الله تعالى يعني ربنا يعدي مصر بكل خير فهي محروصة باذن الله تعالى في الحلقات السابقة تكلمنا مع حضراتكم وسنعيد الحديث وسنستمر فيه لفترة عن مخزون المبيض من البويضات ليه كلمة مخزون المبيض من البويضات لفظ مرعب ليه السيدات الباحثات عن الحمل لان انخفاض مخزون المبيض من البويضات يقلل فرص سيدات تحدوث الحمل لان هذا الانخفاض لا اعرض له فالست اللي مخزونها من البويضات بيقل مش هتحس باي حاجة تخليها تفكر انها تدور عليه او تقيسه الحاجة التالتة ان اذا ثبت ان مخزون المبيض من البويضات قل ده ما بيقولش ان الست مش هتحمل لكن بيقول ان فرصها قلت والحاجة المشكلة ان الطب لا يملك علاجا لزيادة او تحسين مخزون المبيض من البويضات فهو مرض بلا اعراض نفاجأ به يؤثر على فرص الحمل ونتائجه اذا حصل حمل بفرص عالية للاجهاض وفرص اعلى للتشوهات ولا يملك الطب علاجا له ولهذه المجموعة من العوامل يصبح الحديث عن هذا اللفظ لفظا مرعبا طب لماذا زاد الحديث عنه في الفترة الاخيرة لانه ابتدى يفسر حاجات من الطب كنا زمان ما بش لقين لاحل الست دي سنها صغير ومنظر كده كويس وما عندهاش عوامل ظاهرة وما بتحملش فاكتشفنا ان بعض الحالات دي مخزونهم من البويضات قليل فده يفسر انهم ما بيحملوش ليه لان هذا الاختبار بقى متاح الحديث عن تشخيص مخزون المبيض من البويضات في السنوات الاخيرة الحاجة التالتة لان السيدات ابتدى يتأخر سن زواجهم وسن بحثهم عن الحمل وبالتالي بقى عندنا نسبة من السيدات الراغبات في حدوث حمل قد يكون المعوق ليهم هو المخزون الحاجة الخامسة نزادة بعض الامراض ومنها مرض البطانة المهاجرة وهو مرض مدمر لمخزون المبيض من البويضات الحاجة الاخيرة التدخين وتأثيره السلبي سواء كانت الست نفسها بتدخن او موجودة بتدخين سلبي جنب ناس مدخنين فهذا يقينا من العوامل التي تؤثر على المبيض وكفأته وبويضاته وتؤثر على مخزون المبيض من البويضات وتاني اللي بنقول لها مخزونك ضعيف دي مش معناها انها لن تحمل لكن نتكلم على فرص وارقام والفرص والارقام احصاء لا يقف امامه لا يقف امام قدرة الله ومشيئته لكنها عوامل يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وتحليل المخزون وقياس المخزون لا يجب ان يكون هو تحليل بيتعمل لسيدة كبيرة في السن تبحث عن حمل زي ما بعض الناس بتدعي وبتعمل لكن الان اصبح واحد من الفحوصات الروتينية لاي سيدة باحثة عن الحمل بغض النظر عن سنها يجب البحث عن مخزون لاننا شفنا حاجات ومفاجآت مزهلة في سيدات عشرينات ومخزونهم من البويضات قليل وبالتالي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع المخزون وتأثيره على فرص الحمل وخاصة زي ما قلنا انه بلا اعراض تشعر بها السيدة وقد تفاجأ بارقام صادمة وقد تكون نتائجها مريرة نتيجة لضعف المخزون وللأسف انه لا يوجد علاج لا لزيادة المخزون ولا لتحسينه ولا حتى للمحافظة عليه عكس مناس للأسف بتقول هذه هي الحقيقة حنستكمل الحديث في توقفات اخرى لكن عشان منسيبش حضرتك على التليفون لفترة طويلة حنبدأ في استقبال التليفونات ونأخذ اول اتصال معنا النهاردة اهلو ايو فنة ازاي حضرتك دكتور اهلا بحضرتك ايه دكتور انا كنت مكلمة حضرتك قبل كده وقلتلك ان انا اخر دورة عندي كانت يوم ستة تسعة كويس واخرت شوية يوم وعملت بعدها بيومين يعني يوم تمانية عشرة اختبار حمل وطلع متين وتمانية وحضرتك قلتلي دي تاني فانا عدت بعدها باثنين وسبعين ساعة طلع الف الف مية ستة وترتين تمام بعدها بيومين رفت كشفتها عندنا هنا في البلد لقيت اصلا فيش كس حمل وعلى بالمروحت لقيت نزل علي دم طيب ثانية واحدة كده حضرتك كشفت يعني تقصبي عملت صنار مش كده اه من البط اه طيب يا فندم العادي والطبيعي بالمناسبة اللي انا هقوله دي معلومة يعلمها طلبة سنة خمسة كلية طب مش محتاجة خريج ومش محتاجة اخصائي لما يكون مستوى هرمون الحمل الالف اللي حضرتك بتقوليها دي العادي والطبيعي انه لا يظهر كيس حمل بالصنار لمن البط ماشي دكتور ما بعدها نزل علي نزل دم ببقى وكمل دم كده انا بتكلم في حاجة تانية بتكلم ان الاجراء اللي اتعمل لتشخيص حضرتك غير صحيح تمام تمام فعند هذه المستويات قبل مستوى هرمون الحمل الف او احيانا بعض الاجهزة المتطورة تمنمية قبل المستوى ده الكيس الحمل الطبيعي انه ما يبنش طالما هرمون الحمل اقل من الف لا بالصنار المهبلي ولا بالصنار من البطل فلما تيجي واحدة حامل وهرمون الحمل بتاعها ربعمية ونعمل لها صنار مهبلي ونقول لها احنا مش شايفين كيس حمل ده عادي يا دكتور ايوا ده العادي والطبيعي وغير مقلق لكن لما انا شوف بعيني هرمون الحمل الف وحط الصنار على بطن الست ومكتوب في كتاب الطب انه لان يظهر بالصنار لمن البطن الا لما وستوى هرمون الحمل يبقى الست تلاف فيما اكثر وابعض الاحيان عشر تلاف وقول لها على فكرة انا مش شايفه فالست تقلق ابقى انا مش بمارس هذه المهنة مظبوط تمام تمام يا دكتور انا بقى عندي السؤال هنا ان الموضوع ده خمس مرة تحصل يعني انا كنت كشفة قبل كده وقال لي ان فيش تكيس كنت مكلمة حضرتك قبل كده وطبعا خستيت ونزلت في الوزن وشهر ازا يعني نزلت جامد يعني وبرضا حصل اجهاض في نفس المعاد طيب حضرتك الناس اللي عندهم تكيس مبايض عرضة لاجهاضات متكررة مبكرة في اسابيع الحمل الاولى كويس؟ لما يمشوا على العلاج المظبوط ويفقد وزن اسمعي كده اللفظ اللي هقوله فرص حدوث الاجهاض تقلق لكنها لا تنعدم يعني وارد ان بعد علاج جيد وفقد للوزن يحدث اجهاض مرة اخرى طب واعمل ايه تاني؟ لا شيء اخر سوى الالتزام بهذه الخطوات لان حضرتك كمان هذه مشاكل هرمونية بتتحسن بان انا امشي على علاج وفقد وزن مش عارف ايه الكلام اللي حضرتك بتقولي ده هايل بس الهرمونات بطيقة الحركة يعني انا ابتديت ااخد العلاج في شهر ستة وفي شهر سبعة نزلت في الوزن جامد زي ما حضرتك بتقولي كده وفي شهر تمانية ابتديت ابحث عن الحمل ففي شهر تسع حصل حمل وانتهى باجهاض الهرمونات بتاعتي حتتحسن مش انا خسيت يوم واحد سبعة فيوم عشر سبعة هرمونات اتضبطت الهرمونات بطيقة الحركة وبالتالي سيظهر تأثير العلاج وفقد الوزن عليها بعد شهور من الوصول الى الوزن المثالي والانتزام بالعلاج طعم وبالتالي حدوث الاجهاضات المتكررة واردة وقلنا الاجهاضات المبكرة اللي في اسابيع الحمل الاولى اللي بيبقى هرمون الحمل معها قليل كده سببها سوء جودة البوايدة سوء جودة البوايدة ده عنوان كبير تحته اسباب عديدة سوء جودة البوايدة بسبب ضعف المخزون الموضوع اللي بنتكلم عنه سوء جودة البوايدة بسبب ان الست دي سنها كبير سوء جودة البوايدة بسبب ارتفاع هرمون اللبن سوء جودة البوايدة بسبب خلل في الودة الدرقية سوء جودة البوايدة بسبب تكايز الموايد سوء جودة البوايدة بسبب مهاجمة البوايدة دي مناعيا في السيدات اللي عندهم بطانة مهاجرة وبالتالي البوايدة اللي غير جيدة ودي ملهاش علاقة بانه الدكتور عمل لي سونار وقال لي البوايدة مقسها كويس ممكن يحصل منها حمل في فرق بين مقاسها كويس يمكن تخصبها ومقاسها مش كويس لا يمكن تخصبها ده عامل وفرق تاني بين جودتها انها المقاس الكويس بتاعها اللي يمكن تخصبها اذا تخصبت فرص الاجهاد منها قليلة دايما المثال اللي انا اضربه كده حضرتك لما تيجي نبص على شجرة فيها اي صمرة برطقانة مثلا فقولك ايه رأيك البرطقانة دي ممكن تتقطف دلوقتي تقولي لا دا لسه حجمها ظهير دي ما تتقطفش دلوقتي دا مش معاد خطفها دا حجم البوايدة اللي صغير دي لا يمكن تخصبها لانها لم تصل للحجم اللي يمكن ان تخصب فيه طيب مرينا بعد اسبوعين انا وانتي على شجرة البرطقان دي ولقينا البرطقانة دي حجمها كبر فقولك ايه رأيك ممكن الوقتي يمكن قطف الثمرة دي ايوا دا معاد حصدها وقطفها يبقى ممكن ان البوايدة لما توصل لحجم كذا ان تخصب طيب البرطقانة اللي حضرتك حكمت عليها ان حجمها كبير وانها وصلت الى الحجم اللي ممكن يتم قطف صمارها فيه هل دا معناه يقينا ان انا لما كلها هيبقى طعمها حلو وانها مش ممررة ومش مفتلة وما فيهاش عيوب هل حجمها وشكلها ياشي يقول اللي جواها ايه الاجابة لا وهذا هو القرار السونار لما بنعمله نقول الستة عندك تبويض كويس نعني بكلمة كويس ان بوايدة وصلت الى الحجم الذي يمكن ان تخصب عنده كويس لما تخصب بقى معناه كده قولي وديني ضمان انها لما تخصب بقى مش هيحصل اجهاض لا ما فيش لان دا جودة البوايدة اللي داخلية فيها والخلل اللي حضرتك قلتيه واللي عند حضرتك دا خلل هرموني يؤثر على البيئة الهرمونية اللي البوايدة دي متربية فيها داخل المبيض وهذه البيئة الهرمونية تتحسن بخطوات واحد اثنين ثلاثة اربعة وبعد اتمام هذه الخطوات والالتزام بيها والثبات عليها عدة شهور تبدأ الهرمونات ان تتحرك فالهرمونات بطيئة الحرك فلما نقول لي ست انت مطلوب توصلي لوزن كذا عشان يتحسن هرموناتك تقول لي طيب انا وصلت الوزن دا يوم واحد سبعة يبقى انا يوم اثنين سبعة هرموناتك هتبقى كويسة لا دا ظن حضرتك هرموناتك هتبقى كويسة في شهر 11 او 12 اذا فضلتي من شهر سبعة للحد الشهر دا ملتزمة بنفس الوزن والعلاجات اللي احنا قلنا عليها ورغما عن هذا قضية تكرر الاجهاد مرة اخرى فهذه الاحتياطات تقلل نسب حدوث تكرار الاجهاد ولا تمنعه منعا تاما وبالتالي الحمل زي ما قلنا هبة من الله يتحكم فيه الله سبحانه وتعالى يتوقف علمنا عند نقطة هذه بويضة جيدة يمكن ان يحدث منها حمل هيحصل ايه بعد تخصبها نوعيتها وجودتها دا لا يمكننا التنبؤ بيه ولكن برضو بنتكلم على نسب وارقام وزي ما قلنا هذه لا تقف امام قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى في اتصال اخر ولنرجع نتكلم على المخزون سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور انا يا دكتور لاي خمس سنين ما حصلش حمله وبعدين رحت رحت عندي دكتور عندنا هنا را عمل لمزار رحمة وبضني بعدين حصل حمله رحمة كأوخ للشهر الرابع وبعدين نزل بعدين يا فاندم رحت للدكتور تاني مديني تنشيط لمدة ستة شهور اه فاندم ثانية واحدة ثانية واحدة التشخيص ايه رحت للدكتور فيه جملة نقصة هنا رحت للدكتور المفروض فيه جملة اسمها قال لي عندك كذا فمحتاجة تعملي منزار عشان كذا ولما عمل لي منزار لقى كذا ومشيت على علاج كذا فحصل حمل الجمل دي بقى انا عايز اسمعها مظبوط الكلام كده السيناريو كده يمشي مظبوط عندي تكييص مبايد فمحتاجة ان انا اعمل منزار خاصة المدة طالت واحنا بنعمل المنزار اكتشف داخل المنزار ان فيه ايه مع تكييص المبايد بيطانة رحم مهاجر وهذا وارد 25% من السيدات اللي عندهم تكييص مبايد الذي تم اهمال علاجه قالوا في العلم الحديث كده الكلام ده جديد اوي ان بيحصل خلل هرموني ما يؤثر ويؤدي الى ان 25% من السيدات دول يبقى عندهم بيطانة مهاجرة من الدرجة الاولى ولا تكتشف ده وقت المنزار فاكتشف ده وقت المنزار فعمل تثقيب للمبيض لعلاج تكييص مبايد وكيل النقاط الدموية بتاعت البطانة المهاجرة ثم اعطاني خطة علاج بعدها لعدة شهور عشان يحدث حمل فالحمد لله حدث حمل اللي انا قلت ده هو اللي حضرتك قصتي وما قلتهوش وده مهم جدا في تقييم حالة حضرتك لكن للأسف ان الحمل لم يكتمل تمام؟ اي فلما رحت للدكتور مرة تانية فقام قايل لي احنا مش معقول هنعمل منزار كل مرة وكل شهر فاحنا حنحاول ان العلاج يبقى مجدي مرة اخرى ولو ان جدوى العلاج ده الكلام لو ما كانش قاله قديني بقوله جدوى العلاج بتبقى اعلى ما يمكن خلال ست شهور لسنة من عمل المنزار اذا عدوا دول بتبقى فرص ان يحصل حمل واردة بس اقل ارجو ان يكون قال لحضرتك كده وازا ما كانش قال لحضرتك كده قديني قلته لحضرتك سأل لحضرتك هناخد تنشيط للتبويض عدة شهور اخرى ده الجملة اللي انت وقت عندها تفضلي يا فندم قال لي يا فندم الكلام ده كله وقال لي بس انا مش هنعمل منزار تاني علشان انه نسبت لسه اثر المنزار جاعد مظبوط سألت بتنشيط لمدة ست شهور جميل وانا موافق تمام لو ما حصلش حمل انا نعمل تلقاح صناعي دلوقت انا وصلك للشهر السادس وما فيش حمل بس يا فندم الدكتور ده قللي نسبة الحجم الصناعي ضعيفة جدا انا سؤالي دلوقت يا فندم احنا معناش فلوس يعني خايف اعمل حجن ويفشل دلوقت افندم معناش فلوس يعني تمكن ان انا نعمل حجن مجهري لو جاعدت ما عملتش حجن مجهري لمدة سنة او تنين او تلاتة همشي على علاج اللي هو من دهوني عشان البطانة ولا اقعد من غير العراج والبطانة ترجعتاني وهو المجع من الحجن يقول لي منذار ما حضرتك بتسألي كده على غيب يعلموا رب الغيب انا حجاوب حضرتك بارقام ونسب قد تحدث وقد لا حجاوب حضرتك حضر ومعلش يا دكتور يا دكتور سؤال تاني هو يا دكتور اللي عنده بطانة مهاجرة ده عادي ممكن يحمل ويخلف ولا بيبجى سبب قوي انه ما يحصلش حملي ما يبقاش معه اطفال وكده يعني البطانة المهاجرة اللي من الدرجة الاولى اللي عنده حضرتك دي بعض السيدات بتحمل بدون اي عقق وبعض السيدات قد تمنعهم من الحمل لسنوات طويلة احنا يا جماعة بنتكلم على نسب اللي عندها بطانة مهاجرة من الدرجة الاولى زي حالة حضرتك في 20 ل30% لن يحملوا تمام وفي نسبة تانية هيحصل لهم حمل وما يحسوش ان عندهم ولا يعرفوا لكن في بيحملوا وفي لأ خاصة الدرجات البسيطة دي كل ما درجة المرض تبقى اكتر كل ما منع الحمل يبقى اكتر لكن برضو في سيدات وانا شفتهم بعيني عندهم بطانة مهاجرة من الدرجة الرابعة اللي هي اقصى درجة اللي مكتوب في كتب الطب منها النادر انها تحمل واتجوزة تحملت من اول شهر فزي ما بتقول دايما الحمل هبة من الله يا هبه لمن يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء تعالى علمه وقدرته علمه وقدرة الاطباء وما نحن نتحدث عنه هو ارقام قد تصدق وقد لا ولا تقف امام مشيئة الله تمام فانا حاجاب حضرتك حاضر اللي حضرتك مريتي بيه ده ما عليش اسمعيني من خلال التلفزيون اللي حضرتك مريتي بيه ده ضيلمة ومش شديدة ومع ذلك لم يحدث حمل عدة سنوات وبالتالي لما راحت لحد قالها نعمل منظار لان التكيس مش المفترض نعمل حمل الفترة دي وعايزين نشوف فيه ايه تاني وكمان المنظار بيفيد في علاج بعض المريضات دول فرص الحمل بتبقى عالية خلال ست شهور لسنة من المنظار وهي اللي بتقوله ده حدث عملت المنظار حصل حمل الحمل بيقولنا في المريضات دول لسه كنت بقول من اسباب الاجهاضات المبكرة المريضات دول النوعيتين دول من المرض فحصل فرص الاجهاض وهذا للأسف وارد فقلنا ان نكمل على العلاج دون اللجوء لمنظار مرة اخرى لان اثر العلاجي للمنظار موجود والمفروض كمان يكون قال لحضرتك ان مجرد انك حملتي وارتفع هرمون الحمل في دمك ده له تأثير تهبيطي على البطانة المهاجرة فحطينا خطة علاج اخرى تستمر لعدة شهور اذا لم يحدث حمل نعمل تلقيح صناعي والتلقيح الصناعي نسب نجاحه قليلة لكننا نجربه لانه تجربة يجب ان تستنفذ الحاجات الرخيصة والسهلة والبسيطة قبل اللجوء الى الصعب والمعقد اللي حضرتك بتقولي انه غالي علينا اللي هو الحقن المجهري وبالتالي اللجوء للتلقيح الصناعي كمحاولة ارقامه في النجاح صحيح نص الحقن المجهري لكن فلوسه وتكلفته ما تجيش تلت وانا اسف واحد على عشرة من الحقن المجهري طيب اذا احنا هنأجل قرار اللجوء للحقن المجهري يجب ان استمر على علاج ايوة يجب ان استمر على علاج لتكييس المبايد يجب ممكن البطانة ترجع تاني افندم للأسف الكلمة اللي حقولها الحضرك دي على الحقيقة وهي صادمة يعني هي مراحتش عشان ترجع البطانة المهاجرة تم تهبطها ايقاف نشطها تعطلها بعد المنظار لكنها لم تذهب ولم تنتهي وبالتالي هي ستعاود نشطها هي موجودة بس تتعاود نشطها مرة اخرى غالبا بعد سنة من المنظار اللي انا بقوله ده لا اعلم الغيب ده الارقام اللي الطب بيتحدث عنها لكن حضرتك عايزه قولي من هنا لحد ماعمل حقن المجهري اعمل ايه عشان ما تقولوليش اعملي منظار تالي يعني ندعو الله ونتابع وجايز يحصل حمل طبيعي في اي لحظة فاذا ما حصلش يجب التفكير في اللجوء للحقن المجهري معنا اتصلت لفوني اخر ايه السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد اذن حضرتك يا دكتور عايز اسأل هل مرضى التكيوسات لو عملوا تحليل المخزون المبيض هل بالضرور انه يطلع عالي انا اسمعت حضرتك في احدى الحلقات كنت بتقول احدى المتصلات يعني اني كانت بتقول حضرتك انه مريض التكيوسات عملت مخزون المبيض فاطلع التحليل يعني ان مخزون المبيض عالي فحضرتك قلت له اني ده تحليل وهمي لا مش تحليل وهمي قلت ده صورة زائفة ما قلتش وهمي ما قلتش كده خلص دايما بالناس بتقولوا لاني ما لم اقوله قلت ان التكيوس بيدي انطباع زائف عن المخزون لا بقدر ازاي يحدد لو انا مريضة مثلا تكيوسات عايزة اعمل تحليل مخزون المبيض هكدر ازاي يحدد ان المخزون المبيض ضعيف او قوي او كويس يعني عشان حضرتك التحليل المخزون بيتعرف المخزون بيتعرف بعدة طرق تمام منها التحليل اللي حضرتك بتقولي عليه ومنها حاجة اسمها عد جريبات المبيض بالصنار المهبلي وبالتالي في مريضات تكيوس المبايد لان مرض التكيوس يخدع التحليل ويدي صورة زائفة عن ارتفاعه وبالتالي السنار المهبلي له دور اكتر ولو فض الوقت وشفنا الفيديو اللي انا جايبه النهاردة عندنا تلت طرق بنحدد بيهم المخزون وكل ما الدكتور يبقى دقيق اكتر حيعمل خلطة من التلت طرق دول يعني يعمل التلت طرق لتحديد المخزون علشان ما ياخدش بطريقة واحدة فقط ولو انه يعني ده سؤال تخصصي جدا يعني مش تخصصي تخصصي انا يعني متخصص جدا مفروض يسأله الاطباء مش المرضى يعني لكن التقييم حيبقى الامثل في مريضات تكيوس بالصنار المهبلي لعد جريبات المبيض عظيم في اتصال اخر طيب هو في امراض تعلي تحليل المخزون نعم مريضات تكيوس المبايد تحليل المخزون زي ما قلنا وبنقول لكل الناس دول بيطلع تحليل المخزون مرتفع وارتفاع وبيعكس درجة تكيوس المبايد طيب في امراض بتقلل المخزون في حاجة غير تكيوس لأ ما تعليهوش حاجة تانية طيب في حاجات تقلل المخزون عما يجب او هو متوقع ان يكون اه كثير من الامراض وقلنا ان المخزون بيقل لأسباب مناعية مناعة الجسم تهاجم المخزون او لتدمير المخزون بمرض زي البطانة المهاجرة وهو معروف ان لهو تأثير سلبي كمان الايام دي بيكسر الحديث عن التهابات الحوط اللي هو التهابات الامبوبتين والمبيضين المزمن يصاحبه تقليل للمخزون لان دايما التهاب الانبيب مع التهاب في المبيض ووجود الصديد والعوامل للتهاب هنا بتؤثر على جودة وعدد البيضات طيب معنا اتصل تلفوني اخر هلو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اه انا عنديش وعاد يا دكتور انا بتعمل حبوب الفرميت لان انا بريد التكييس وبستعمل اليه في الين حضرتك وين الدبات حضرتك سودانية مش كده اهلا بيكي بتستخدمي حبوب الفرميت لمرضى التكييس لان حضرك متكييسة ايوه ايوه حضرك انسة ولا متزوجة انا متزوجة ليه تمامين سنين وانا زوجيه اصلون مافي عاصر ليه اربع سنين اجيب انا جبتك في طالطة عليها دكتور وعملتها مزارة بطني ورحمة ايوه ومع في حاجة يعني لانا زوجيه مافي في الراسل دان يلا انا عاصر مخوفيني من الحبوب بتاكي الفرميت جلالة جده ما تستعمليها اكتر بتعمليك المشاكل ازدار اتأكدني انا حفة لي لا الزول اللي قال لحضرتك كده ما قالش كلام مظبوط ما بتعملش مشاكل تعم وعدم اخد هذه الحبوب الذي سيؤثر بالسلب على حضرتك ويجب اخد ده بعين الاعتبار يلا هو وزن حضرتك قد ايه انا عاصر وزني حالينا سبعين انا كنت خمسة وتمانين وستة وتمانين وكده انا ماشي على ضايف ووزني حاليكوز يعني الحبوب لو البريس كانت منتظمة وزنيها شهرين كده بتجيني في خمسة وتلاتين وفي أربعين لانه شكل وزني زاد شوية اه يعني حضرتك بتقولي لما وزني بيزيد الدورة بتختلف في علاقة واضحة طيب يلا ما كانش حد قال لحضرتك انك تفقدي وزن قبل عمل المنظار لا انا المنظار يا ديبتر انا عملته بأربع سنين اه منذ سمن طويل بس برضو يعني محدش قال لحضرتك تفقدي وزني قبل عمل المنظار ايو 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 انا كنت معاش على الموضوع دي او انا عملتها وبعدين رجلي معجي وكده ما حصل يعني ما اردت من انا ما ارادت وكده والمهم انا لايه أربع سنة عاملها والبريد كانت انتظمت الحمد لله وكده بس السبليش هارين اما والبريد حتنتظم بعد المنظار لمدة ما بين ستة اشهر لسنة هي انتظمت انتظمت يكن ما في حاجة تانية طيب والمنظار ما كانش فيه اي مشاكل غير تكايص المبايد ما كانش فيه اي مشاكلة اخرى في الانبيب في الحوض الاتساقات بطنة مهاجرة اي شيء اخر اكتشفوا المنظار لا لا ما فيه الانبيب عاملنا الصورة من لونا وطلعت كويسة وتاني ما فيه المشاكل المهم المشكلة هنا في سودانيا بكتر ما بيجدونا التغرير كده بكامل بيجولك في حاجة كده وخلاص لا يا فاند مفيش منظار يتقال التقرير بتاعه بقئي كده انت كويسة يا رواحي لا لا مفيش كده خالص المنظار له تقرير مكتوب مختوب ممهور بتوقيع الطبيب عشان يبقى مسؤول عنه ولو فيديو طيب من وين انت قانسة لدورة مش منتظمة مش كده اي واي 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 تمام وحضرتك قالولك سؤالك بقى الوقتي الواضح والصريح انا هجاوب على الحالة كلها ان حبوب الميت فورم دي السيدات صديقاتك بيقولولك لا 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 دكتور لا دكتور ما يا صديقات لا دكتور جالي ما تستخدميه كتير يا صباح لا انا حياملك مشاكل يعني ايوة مشاكل ايه انا عايز بس اسمع مشاكل ايه عشان اجاوب في الكلا وكده وبعدين يا دكتور في حاجة واحدة احنا بدونا مريطة التقييف هنا في السدان بس بقول لنا عطي السوق وكده ما بدونا علاجات تاني مثلا تضبط لنا الهرمونات او نخيص خالص كده ما عندهم كده يعني كلام ذي بس يقول لك مريضة تكييف وخلاص وامشي يخد التنشيط وكده ويناخد تنشيط وما بحصل شي بقول الحمد لله لكن انا داره عارف انه مفروض انحنا ناخد علاجات للهرمونات يعني بهنا نعمل ضايت وهنا ناخد علاجات مظبوط مظبوط طيب انا يعني احتراما لحضرتك ولتعبك ومشقتك عشان تتصلي بالبرنامج من السودان هجابه حضرتك تفصيلا وحجابه بالاول وحبق بالاجابة بالسؤال اللي حضرتك بتسألي عليه مباشرة اوك شكرا بس دا اريد اتقال سؤال واحد ممكن يا تبتر انا اخذ الحبوب التنظيم بتاع الحمل ممكن اخذه لانه زوجي عاشي بقى القرآن احتمالي جي ودايرا ضدت وزنه ودايرا اخذ علاجاته ودايرا اخذ علاجاته دايرا اعرف يا فندم لازم تبقي دايرا بتعملي الكلام دا كله بتبقي وزنه بتاخدي الميتفورمين وتزبطي الهرمونات ايوة اخذ هذه الاقراص مفيد ويبدو ان حضرك تقصدي اقراص فيها هرمون البروجستيرون للمحافظة على نزول الدورة في موعدها ايوة ممكن اخذه ايوة فندم ممكن تخديه ويفيد حاضر هرد ليكي على التلفزيون شرفتي واحد هذا ما تقول هذه السيدة الفاضلة هو وهم منتشر بين السيدات وللأسف ومن الشيء المبكي ان يكون ما يقوله هو طبيب اقراص الميتفورمين والمسمى في العالم كله بأسامي تنتهي بكلمة فاج وفي ليبيا وفي السودان مكتوبة بتسجل دوائيا تحت اسم ميتفورم هذه الاقراص هي الوحيدة الذي لها تأثير علاجي على مشكلة اسمها انسولين ريزيستنس مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين هو المرض الحقيقي هي المشكلة الحقيقية التي تصيب السيدات بمرض اسمه تكييس مبايد ويتطور مع تطور العمر للاصابة بمرض السكر ولا يوجد ولا يوجد ولا يوجد في العالم كله بديل لعقار اسمه الميتفورمين ليتعامل مع هذه المشكلة وبالمرة الناس اللي بيتقال لهم خدي الكروميوم وخدي الكروميوم ده كله وهم هو حد بيديها عشان يبقى ظريف ولطيف ودمه خفيف ورشدته خفيفة بيديها دواء ما بيتعبش المعدة الدواء اللي اسمه كروميوم ده لو دور ايوة لو دور في اللي بتاخد الميتفورمين ان يزود استجابة جسمها له لكن اللي ما بتاخدش الميتفورمين ده دوره ايه nothing ولا حاجة طيب نيجي بقى العقار الميتفورمين العقار الذي تكرهه السيدات والذي يتيشي عنه العامة وللأسف ان يقول عنه حد طبيب هذا هذا العقار لا تأثيرات سلبية له دواء بيقي من الاصابة بالسكر ويستخدم في علاج السكر يقوم من الوهم المنتشر ستاة تقولك اوعى تغديه لحسان يجيلك سكر اوعى تغديه اصل جسمك يتعود عليه فيجيلك سكر بالمناسبة هو ليس علاج للسكر وليس مخفضا للسكر ولما أنا كنت طالب في كلية الطب كانوا بيدرسه لنا تحت اسم أورال هايبو جليسيميك درج الأدوية اللي بالفم تخفض مستوى السكر في الدم الآن ما بيتقالش عليه كده بيتقال عليه أورال ايو جليسيميك درج والأطباء يعرفوا الفرق بين اللفظين الأدوية اللي بالفم التي تحافظ على مستوى السكر يبقى هو ما بيخفضش السكر عشان ما تجيش واحد تقول خدته بيقلل السكر فانت هيقلي ان السكر وطي فدخت ومش عارف ايه هذا وهم هو ايو جليسيميك وليس هايبو جليسيميك يحافظ على مستوى السكر ولا يخفضه تمام ادي واحد اتنين هو الدواء الوحيد لمقاومة الجسم لعمل هرموني الانسولين أخذ الدواء ده لفترات طويلة يؤثر على الكلة بتاعت بعض السيدات ويرفع انزيمات الكبد عند بعض السيدات الاجابة بعلو الصوت وصرحة نعم لكنه تأثير غير مرضي يعني ايه يعني يخلي انزيمات الكبد بدل ما الطبيعي لحد 40 ممكن توصل ل45 لكنه ما فيش مرض وده لا يعتد بي المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلة ما يستحسنش انه ما يستخدمه هذا العقار مش عشان هو بيتعب الكلة عشان هو بيفرز من الجسم عن طريق الكلة فلو كانت الكلة ما بتعملش بصورة مثالية يبقى اخذ العقار ده في الجرعات الطبيعية بتاعته معناه انه جزء كبير منه حينحبس في الجسم ومش هيفقد وبالتالي حيحدث له تأثير تراكمي لكن لا هو بيجيب سكر ولا هو بيخفض السكر في الدم ولا بيعمل دوخة وهامدان ولا هو حيتعب الكلة على المدى البعيد ومريضة تكايص المبايد يجب ان تلتزم بتلت نصائح تجب ان تلتزم بها العمر كله فقد الوزن نظام غذائي قليل للنشويات والسكريات اخذ المتفورمين وبدون هذه النصائح فاي خطوة علاج للمساعدة عن الحمل غير مجدية على الاطلاق وحضرتك مريضة تكايص مزمنة ومن عائلة سكرية ووزنك مرتفع كان يجب ان حد ينصح حضرتك من وانت انسة لو سمحت حفظي على وزنك خدي المتفورمين لو سمحت خدي ادوية لانزال دورة شهرية بصورة منتظمة لان اللي حضرتك بتقولي انا ممكن اخد الادوية دي تفيدني اه تفيد في الحمل وبعيدا عن الحمل اللي حضرتكم مش عايزين تسمعوه ان مريضات تكايص المبايض 5% منهم على الاقل عند وصلهم لسن 40 سنة سيصبهم سرطنات جسم الرحم نتيجة لتعرضهم المستمر لهرمون الاستروجين الانوثة الذي يخرج من البويضات التي تندق في المبيض دون ان يحدث عملية التبويض ليفرز هرمون البروجستيرون الذي يقي من هذه السرطنات وبالتالي مريضة تكايص حتى بقى الست اللي انا عندي 3 عيال انا عندي تكايص بس جيب 3 عيال دورة متجيش طز ولا فارق معايا بقى توجدش دي وجعد ماغي لا فاندم حضرتك عندك خلل هرموني والخلل الهرموني ده سيعرض حضرتك الى تعرض انسجة جسم حضرتك تعرض مستمر الى هرمون الانوثة والذي له تأثيرات على احداث او رام تليفية في السادي او امراض مليفية في الرحم او للأسف الشديد زيادة واضحة ومثبتة في نسبة الاصابة بالاورام غير الحميدة في بطانة الرحم وبالتالي اخد الادوية اللي حضرك بتقولي عليها لانزال الدورة والمحافظة على انتظام الهرمونات شيء هام جدا نقولي بس اكتر من كده حضر وبالتالي الميت فورمين مفيش منه ضرر وحضرك يجب تخديه وتحافظي على وزنك وانت بتقولي زدت في الوزن في الدورة بتالت الاغبط اخد علاج ايوة وكان مفترض ان ده يتعمل قبل المنزار ومفترض ان المنزار يبقى له تقرير لان زي ما سمعت حضرتك بعض مريضات التكيس وبنعملهم منزار بنكتشف فيه مشاكل اخرى مصاحبة للتكيس لا تزهر الا بالمنزار ما ينفعش يقول عملوا المنزار وقالوا انت كويس روحي معانا اتصالت لفوني اخر الو ايوة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله انا يا دكتور عندي تكيسات برضو ورحت عند دكتور وعمل وطلب مني تحليل هرمون وغضة اه فاندب حضرتك ثانية واحدة بس حضرتك كعادة المصريات لان للأسف الشديد لما بيسمعونه في الدول العربية بيعودوا يقولوا هم انتوا بتقولوا ايه وبيتحكوا علينا حضرتك كعادة المصريات قلتي تحليل الهرمون قلتي بالالف واللام تعني بيه هرمون اللبن معرفش ليه السيدات في مصر مسميين هرمون اللبن الهرمون هم اسمه دكتور طلب مني تحليل هرمون اللبن وهرمون الغدات درقية ومن كتر ما البرنامج ده بنقول للناس انه تلازم يطلب لكو تحاليل ومن كتر عناد الأطباء في انهم مش عايزين يطلبوا التحاليل والتحاليل المطلوب لتشخيص تكيس المبايدة وتحليل FSH والLH فعشان يفهم الست ان انا هو ها ما توجعيش دماغي عملتلك تحاليل فيطلب تحليل هرمونين ما هماش في منهم ضرر ومطلوب انهم يتحللوا بس مش هم دول اللي مطلوبين للتشخيص الله طب بيطلبش التحليل الهرمونية التانية ليه اللي بتشخص تكيس المبايد عشان ما يبقاش بتحتي ايد حضرتك ومشي بايدك فيها ورقة فيها درجة مرضك للأسف الشديد فحيطلب تحليل هرمون اللبن اللي حضرتك كعادة المصريات وصفتيه الهرمون وهرمون الغدة الدرقية ودول على رأسي ومهمين وكويسين ومطلوبين بس مش هم دول المشكلة ومش هم دول الحل ومش هم دول اللي بندور عليه طب ايوه ما اللي هي يعني ما انا قلت تكيس المبايد بيتم تشخيصه بواحد اتنين تلاتة تكيس المبايد خلل هرموني عبارة عن خلل فيه نسبة هرموني الـ FSH والـ LH وعلاقتهم ببعض قد يصاحبوا اختلال في هرمونات اخرى زي هرمون اللبن وهرمون الغدة الدرقية سمعت حضركم انا بقول ايه قد قد يصاحبوا قد يصاحبوا وبالتالي اجراء التحليلين اللي حضرتك عملتهم دول اذا اتعملوا شيء جيد لكن اذا ما اتعملوش في حاجات اهم منهم اللي هو زي ايه طب يعني يا دكتور مش انا قلت مرتين قلت الـ FSH والـ LH فيه ايام الدورة وقلت كمان ان بنعمل تحليل المخزون وقلت المخزون بيطلع مرتفع اللي هو علاقة بتشخيص درجة تكيس ومش المفترض ان حضرتك اللي تسمعي مني وتروح تعملي الكلام ده لان برضو لما تعملي الكلام ده وحطى اريضي على حد هو ناوي اخدعك هيقولك اكوا يسي طب المفروض ان انا اعمل ايه فاذهبي الى طبيب متخصص فاذا ذهبتي الى طبيب متخصص اللي لما تعودي في عيادته تلاقي كل المرضى اللي موجودين مرضى تأخر حمل مش انا الوحيدة اللي متأخر عن الحمل في عيادة كلها حوامل فاعرف ان انا موجودة في مكان صحيح وساسمع كلام مختلف وسيطلب مني تحليل مختلفة وسيقال لي اسلوب وعلاجات مختلفة طيب لكن ده 90% 90% 90% من المريضات نقول لهم وعملت تحليل اه عملت تحليل تقوم طلع لي ورقة فيها هرمون الغدة الدرقية وهرمون اللبا انا ماما دول زراف جميل وهائل وحاجة ممتازة بس فين باقي التحليل لا مفيش هما دول اللي الطلبوا مني طب ولما هما دول اللي الطلبوا منك بصوا فيهم قالوا ايه قالوا طبيعيين ايوه هو طالب التحليل اللي عارف انها هتطلع طبيعية عشان يبص فيها ويقول لحضرتك انك طبيعية طب ليه كده مش عايز اقول اه لكن طبعا اني الطلب التحليلين دول ما قلتش انه غلط وما قلتش انه مش مطلوب وما قلتش انه شيء سيء شيء جيد جدا بس الاولوية مش لدول لو هنطلب هنطلب حاجات غير دي لو طلبنا الحاجات التانية ودول يبقى هايل لو طلبنا دول بس يبقى مش مزبوط معنا اتصلت لفوني اخر اهلا دكتور السلام عليكم وعليكم السلامة والتباركات اهلا يا بركي اه انا عندي المدام اه اه متاخر عني هالدورة داخل دلوغ في خمسة وستين يوم وعملنا تحليل حمد الرقم طلع مفيش حمد يعني اي ومنحاشة دورة يعني داخل في خمسة وستين يوم ودي اول مرة تحصل المشكلة دي شعر كمان ودي اول عملنا اللي فاشي واللزيادش ورمون اللبن وغدة درقية جار في مشكلة في الخدة الدرقية وداها علاج ونغتلك من نزلش الغدة الدرقية بسه ما زلش الدورة دكتور لا يا فندم تحليل الغدة الدرقية وحده من نسمة بتاعت الغدة الدرقية يعني بلايل في شوية اه يا فندم انا حضرك الزهر مش سمعني تحليل الغدة الدرقية وحده لا يؤفسر تأخير الدورة الفترة الطويلة دي طيب هي المدام سنها كم سنة اه تحدود خمسة وثلاثين ودي اول مرة تحصل المشكلة دي اه اول مرة تحصل يعني يمكن تاني مرة الدورة تتأخر يعني مرة جزت عن خمسين على أربعين يوم والمرة دي يمكن اندخلت سبتين يوم ايوة يبقى يبقى حصل قبل كده وعملنا التحليل بدون دورة وعملنا التحليل دي طيب تحليل الFSH والLH كام بس عشان المدام اللي كانت تصمين شوية بيطلب تحليل تانية اوغر الهرمون والغدة اللي هو هرمون لما تحليل الFSH والLH طلعه كام اه انا هو دكتور مستقلم شوية صار دي كده قادروا شبتها معاي اه بسم الله بسم الله هو كاتب الSH كاتب ثمانية والFSH ستة واتنين واللي عدش كاتب 11 ستة طيب يا فندم هذا تكايس مبايد من درجة شديدة ولا علاقة للغدة الدرقية بالدورة واختلالها لماذا لم يقال لكم الحقيقة برضو ما تسألونيش مش عايزة جاوب او عارف ومش عقول بس تسألوا من لم يقل يعني طيب هو تاخد حاجل تنزل دورة دكتور اوه يا فندم احنا لسه بنقول اولا هنا في خلل في هرمونات واضحة جدا وفي هرمون مرتفع بدرجة واضحة ومؤثرة ده تكايس مبايد من درجة ليست قليلة وتكايس المبايد خلل هرموني بيجي الستات ربنا خلقهم عندهم استعداد للمرض ده ومرتبط ارتباط وثيق بالاستعداد الوراسي للسكر في العائلة ومرتبط ارتباط وثيق بزيادة في الوزن خاصة في الفترة الاخيرة ومعظمها بتبقى متمركزة في منطقة اسفل بطن والارداف والفخدين ممكن تسمعني من التلفزيون معلش يعني بعيدا بقى عشان الاتصال انقطع واعراض تكايس المبايد واحد اختلال الدورة ليس بالضرورة تأخرها ولا انقطاعها لكن اختلال الدورة لكن التأخر وانقطاعها بدرجة واضحة كده وخمسين وستين يوم تبقى فيه درجة شديدة والتحاليل بتنطق التحاليل دي ناقص انها تنط من الورقة او تنطق تقول ان التكايس المبايد من درجة شديدة وقد يصاحب ده اعراض اخرى زي الفقدان شعر الراس والبشرة الدهنية والحبوب اللي تطلع في وشها او الشعر في جسمها وقد في الدرجات الشديدة دي حضراك تبقى ملاحظ انها في الفترة الاخيرة بقت عصبية بقت هستيرية في ردود افعالها حصل خلل في نمهة ونظامه وساعاته ولا اخره وده كله محتاج الى علاج حضراك بتسألني هل ممكن يبقى معاه خلل في الغضة الدرقية طبعا قلنا التكايس مجموعة من الخلل الهرموني لكن اختلال الغضة مايفصرش تأخر الدورة ستين يوم والتحاليل يا مدام ما هياش هم الهرمون والغضة طلعا فيه تحاليل تانية بتشخص تكايس المبايد وتكايس المبايد ده محتاج الى ادوية لانزال الدورة بس ده انزال صناعي للدورة ما يجبش الاعتماد عليه بقى الفترة طويلة لكن يجب كمان اصلاح الخلل الهرموني اللي موجود واحنا قلنا من شوية ان مريضات تكايس المبايد محتاجين الى 3 نصايح يمشوا عليهم العمر كله دول ليسوا نصايح الوحيدة لكن دي النصايح المستمرة العمر كله هو فقد الوزن وكل كيلو بتفقده ميزة ونظام غذائي قليل للنشويات والسكريات واخد عقار المتفورمين بنتسمع على طول الردود بقى بس انا مش تخينة ده في رأي حضرتك ده مش نظر هرمونات حضرتك واحيانا واحد تقول لي ده انا 50 كيلو والنحيفات ما هماش ما هماش يعني عندهم وقاية من تكايس المبايد هم النسبة الاقل اللي يصبهم تكايس مبايد لكن اذا اصبهم بتبقوا الدرجات الاشد من المرض والاصعب في العلاج والاقل استجابة للعلاج ويجب على هذه السيدة اذا كانت بقى ترغب في حمل البحث عن تنشيط للطبويد واذا كانت لا ترغب في حمل يجب انها تاخد علاجات لاحداث ضبط للهرمونات لكي لا تتعرض للتأثيرات السلبية لهذا الخلل الهرموني اللي احنا لسه شرحناه من شوية معنا تصل تلفوني اخر السلام عليكم وعليكم السلام بيك يا دكتور اهلا بحضرتك اهلا بيك السلام عليكم يا دكتور انا الدور كابتال مفروض تيجي بعد 5-6 ايام المفروض يعني على 28 بس هي جات دلوقتي ايواني انا مش عايزة بس جاية متقطعة مش نازلة نزولة العالي بتاعها يعني حضرتك قصدك تقولي ان الدورة بتاعتي اتأخرت 5-6 ايام لا هي قدمت 5-6 ايام عن معاك تمام ونازلة متقطعة متقطعة ايوة كل فين وفين كده على ما تنزل نقطة والدم مش دم الدورة يعني احمر قوي باهد كده مش مش الطبيعة بتاعي السؤال ايه بقى السؤال اللي حضرتك عايزة تسأله لي ايه انا مش عارفة ايه ده او قوتش فاقول ايه تكشف تقولي اللي انت قلتهولي ده وحد يعمل لحضرتك سونار مهبلي لاستبعاد وجود كيس على المبيض لحمية داخل بطنت الرحم الحاجات دي كلها تعمل اعراض دي تمام التهابات في عنق الرحم التهابات مهبلية كل ده يعمل الكلام ده بس ده لا يكتشف قلا بفحص فاذا الفحص لم يشر الى اي شيء عضوي من الحاجات اللي احنا قلناها دي والفحص طبعا يعني سونار وسونار يعني سونار مهبلي محدش يحط السونار على بطن ويضحك عليه ويقول لي مفيش حاجة تمام لان دولا يرى اي شيء واذا كان الفحص بالسونار المهبلي لم يصل الى اي شيء يجب عمل مجموعة من تحليل الهرمونات لبيان فيه اي خلل هرموني يسبب اختلال الدورة ده ولا ده شيء هايل وبالتالي واضح من الاتصالات زي ما دايما بقول لحضراتكم ان ده برنامج من الحياة يعني ايه يعني الاتصالات دي احنا لم حددينها ولا مرتبينها ولا عاملين لها نظام ده بواقع وبالتالي اللي بتعكسه الاتصالات بتعكس حجم المشاكل في المجتمع فحضراتكم هتلاحظوا ان احنا نستقبل ست سبع اتصالات يبقى ثلاثة اربعة منهم للحديث عن تكيس المبايد بمختلف اشكاله وصوره وظواهره واعراضه وتأثيراته الكلام ده كله لانتشار هذا المرض انتشار واضح في المنطقتنا العربية عموما وفي بلدنا المصرية خصوصا نتيجة للعادات الغزائية وللزيادة في الوزن ولزيادة الاستعداد الوراسي للسكر اللي للأسف الشديد بقينا واحد من اقوى واكسر دول العالم اللي عندها هذه المشاكل طيب كيف حاضر ناخد للتصلم على فيه اتصال تليفوني تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا كنت بتعرج عند حضرتك من حوالي سنة المصر اعملت اه اعملت اه اعملت منزار رحمي وواطني وكان عندي لحمية وغطانة مهاجرة كويس ومن سنة المصر دلوقتي حف الحمد عملت اختبار حمل رقمي ايوا طلعت النسبة 559 كويس اوي ده بعد تأخر الدورة كم يوم بعد تأخر الدورة هي الدورة معتها يوم 22 انا عملت الاختبار يوم 29 يوم 29 يعني بعد تأخر الدورة اسبوع ايوا ثم عدتي مرة اخرى بعد ثلاث يوم يوم اثنين من الشهر طلع كام؟ خمسمائة تسعة وتلاتين خمسمائة تسعة وتلاتين يعني ما زادش الزيادة كويسة دا ما زادش يزيش كويس وهو ده التحليل الاولاني حتى ما كانش جيد هو المفروض لما عشان كده لما قلتلي التحليل 500 قبل ما قول كويس ولا وحش قلتلك ده اتعمل بعد تأخر الدورة كم يوم اليوم اللي كان مفروض تيجي فيه الدورة يعني مثلا مثلا انا تنتدورة يوم 22 فلو عملت اختبار رقم يوم 22 مفروض الارقام تطلع 300 400 500 في الارقام دي تبقى كويسة لكن بعد تأخر الدورة اسبوع اللي هو كان مفروض دورتي يوم 22 وعملت يوم 29 الرقم الجيد بنتكلم ما بين 2000 ل3000 فانا طلعت 500 ف500 دي رقم ضعيف او قد يشير الى ان الطبويت حصل متأخر اللي يفرق الاثنين دول ان انا قم جاي عايدة التحليل بعد تلات اربعة ايام زي ما حضرتك عملتي كده فكان مفترض ان لو الحمل كويس ال500 دول اعيدهم الايهم 1500 مثلا فالحمل مزدش وبالعكس بيقل اذا كانت هذه التحليل صحيحة فهذا يشير الى حمل ضعيف وانه للأسف لن يكتمل اذا كانت التحليل صحيحة دايما كل ما اقول لي الناس كانت تقول لي وانت شايف انها غلط انا مش شايف انا بس بحط الجملة دي للاحتياط اذا كانت التحليل دي صحيحة هذا يشير الى ان ده حمل مش كويس ومش هيكتمل طيب وهو ده وارد ايوا ده وارد في حالة حضرتك برضو احنا ابتدنا الحلقة دي واتكلمنا على اسباب الاجهاضات المبكرة لما سيدة اتكلمت وكانت بتقول انه اتعمل لي منظار ولاقوا عندي تكييس ولاقوا عندي بطانة وبعدين حصل حمل وبعد ما حصل حمل انتهى باجهاض مبكر هذا وارد الحدوث مع المشكلتين دول وقلنا ان من اسباب الاجهاض المبكر هو سوق جودة البيضات وذكرنا السببين دول انه يبقى سبب لده ارجو من الله ان يكون التحليل غلط وارجو من الله ان يكون الحمل كويس وانه هيكون يكمل لكن اذا لم يشأ الله ان ده يكمل وهو الاغلب اذا كانت التحليل دي صحيحة فيجب اننا نكرر تاني العلاج ومحاولات البحث عن حمل مرض تكييس ولاقض مرض مؤخر للحمل بيأخر الحمل ويعلي فرص الاجهاضات مرض البطانة المهاجرة قد يكون مرض مانع للحمل لسنوات تزداد فرص حدوث الحمل عند اكتشاف المرض البطانة المهاجرة ده بالمنظار وعلاجه لكن المرضين لما بيقوموا موجودين مع بعض فيه نفس السيدة بيبقى لهم تأثيرات سلبية على فرص الحمل بتقل الخصوة بتقل فرص الحمل بتزداد فرص حدوث الاجهاضات المبكرة كل ما اقول لواحدة كانت تقول لي يعني انا كل مرة هحمل وسقط انا ما قلتش كده انا بقول هناك فرص فيه نسب النسب اعلى من النسبة العادية المقبولة بين السيدات الاخريات المرض ده بيأثر بهذه التأثيرات ان شاء الله يا رب الحمل يبقى كويس ويكمل وذا ما كملش يبقى يحدث حمل تاني مرة اخرى وعن قريب ويبقى كويس في المرة التالية كون ان حصل حمل بعد ما عملنا منظار كنا قبل كده ما بيحصلش حمل خالص اكتشفنا بالمنظار في لحمية وفي بطنة مهاجرة وعالجناهم فحص الحمل ده معناها خطوة للامام ان شاء الله تتبعها قطوات الى الحين الوصول الى الهدف المبتغى والمنشود كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادل وقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة جينا وبالمعلومة التبضية الصحيحة جينا وزي ما بنسعد وننتظر اتصالات حضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل بنا بشتخير ترجمة نانسي قنقر